بسم الله الرحمن الرحيم روية عن علي بن أبي طالب أمير المؤمنين رضي الله عنه أنه كان يحدث أصحابه يوما فقال لهم إنها ستكون فتنة أي في آخر الزمان إنها ستكون فتنة قالوا فما المخرج منها يا أمير المؤمنين قال عليكم بكتاب الله فيه نبأ من بعدكم وخبر من قبلكم وحكم ما بينكم هو الفصل ليس بالهزل ما تركه من جبال إلا قسمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله ومن أراد العزة من دونه أذله الله هو حبل الله المتين وصراطه المستقيم والذكر الحكيم لا تلتبس به الألسنة ولا تزيغ به الأهواء ولا يشبع منه العلماء ولا يمله الأتقياء من قال به صدق ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم رضي الله عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب فقد وصف القرآن أيما وصف فصدق والله وأجاد القرآن أيها الأحبة هو نور هذه الحياة وصفاؤها القرآن الكريم هو هدوء النفس واستقرار البال وراحة الضمير القرآن الكريم هو سعة الرزق وزهاب الهم والغم بإذن الله ووالله ما ضاقت علينا الأحوال وما تقترت علينا الأرزاق وما ركبتنا الهموم والأحزان إلا لما بتعدنا عن القرآن الكريم وتركنا المصاحف في بيوتنا يعلوها الغبار من قلة القراءة والاهتمام ماذا تريد من أمة لا تتذكر القرآن إلا في شهر رمضان فإلى الله المشتكى وهو وحده سبحانه المستعان لأجل هذا أيها الأحبة سنعيش هذه الحلقة بأمر الله في رحاب القرآن الكريم بل في أعظم آية في القرآن تخيل أن القرآن كله عظيم وأنا اليوم سأحدثك عن أعظم شيء في هذا العظيم ألا وهي آية الكرسي أعظم آية في كتاب الله كما قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم سنتعرف اليوم على خمسة أسرار بل قل خمسة كنوز في آية الكرسي إن مشيت عليها وحققتها فعلا ستتغير حياتك إلى الأفضل بكثير مما كانت عليه بأمر الله سبحانه وتعالى فتعالوا بنا من الآن نبدأ لنعج في رحاب القرآن الكريم وفي رحاب أعظم آية في كتاب الله ألا وهي آية الكرسي السر الأول من عطايا وهبات الله في آية الكرسي أن آية الكرسي إليها منتهى الكمال في التحصين والوقاية من السحر والمس والحساد وجميع الأمراض الروحية والدونية التحصين الشديد الذي لا يوجد في آية من آيات القرآن كما وجد في آية الكرسي تخاف من السحر تخاف من الحسد وهو موجود تخاف من المس وهو موجود تخاف من الأمراض السفلية والدونية والعوارض وما إلى ذلك عليك بآية الكرسي فقط اقرأها مرة في الصباح ثم مرة في العشي تقيك وتحصنك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم آية الكرسي هذا كلام من؟ هذا كلام الحبيب آية الكرسي من قرأها في الصباح كان في حفظ الله وأمانه حتى المساء ومن قرأها في المساء كان في حفظ الله وأمانه حتى الصباح اقرأ آية الكرسي عليك وعلى أولادك وعلى ممتلكاتك وعلى مقدراتك وعلى مالك وعلى كل ما يخصك إن كنت تخاف من الحسد الحسد الذي قلت لكم قبل ذلك وأكرره للمرة الألف ولن أمل تكريره أبدا الحسد الذي خرب البيوت ودمر الأسر وفشل الناجح وأتى على كل شيء فأهلكه من بنيانه والقواعد أجارا الله سبحانه وتعالى وإياكم نعم يخرب البيوت ويفشل الناجح ويدمر الأسر ويهلك الحرس والنسل ويزهب بالمال ويضيع التجارة بل يصل أنه يقتل الإنسان ويمرضه ويعيه ويهلكه أجارا الله وإياكم خايف من السحر اللي برضو خرب البيوت وفرق بين الأزواج وفرق بين المتحبين عليك بآية الكرسي فإنها حفظ ووقاية عظيمة من الله سبحانه وتعالى الكنز الثاني والعطية الثانية من آية الكرسي اسمع وركز لأن هذه عطية يعني متحفة بأمر الله سبحانه وتعالى وهدية من هدايا هذه الحلقة أنها تحتوي على سر الكشف الدقيق لما في دواخل الناس وما يضمرونه لك من خير أو شر الله أكبر أحد مشايخي رحمه الله نادى علي يوما يقول يا هديا محمد نعم كان يقول لي هكذا رحمه الله يا هديا محمد تعالى سأعطيك اليوم هدية قلت خير إن شاء الله أتحفنا يا سيدي بهداياك قال تعرف إن آية الكرسي فيها سر من أسرار الله أنها تطلعك على دواخل الناس إن كانوا يريدون بك شرا تعرفهم فتتجنبهم أو كانوا يريدون بك خيرا فتتقرب منهم قلت لهم ما شاء الله كيف هذا يا شيخ قال أخذ هذه المجربة من آية الكرسي تعالى يا ولد في الليل وصلي لله ركعتين بنية قضاء الحاجة ثم وأنت على سجادة الصلاة اقرأ آية الكرسي على يديك عدا ثمانية عشر مرة تمنتاشر مرة عدهم على ذكره تمنتاشر مرة تقرأ آية الكرسي ثم بعد ذلك تدعو بهذا الدعاء تقول اللهم يا رب بحق آية الكرسي وما فيها من أسمائك الحسنى وصفاتك العلا أن تكشف لي عن فلان ابن فلان أو فلانة بنت فلان وأن تبصرني بحالي وحالهم يا رب العالمين وأن تكون عوني ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا هو داء الدعاء المبارك وبعدين يا مولانا قال يا ولدي بعد ما تخلص الدعاء ده خلها كده قبل ما تنام سيحدث لك بأمر الله شيء من ثلاثة أشياء الشيء الأول إما أنك ستأتيك رؤية من الله واضحة بدلالة بينة تبين لك حال ذلك الشخص إن كان يريد بك خيرا أو شرا هذه واحدة الثانية أنه سيقع أمامك في فلتات لسانه فيكشف نفسه أمامك إن كان يريد بك خيرا أو إن كان يريد بك شرا الشيء الثالث أنها ستصرف عنك سوءه ولن يصبك بشر أبدا إن كان يضمر لك الشر يعني إن لم ترى رؤية إن لم يقع أمامك في فلتات لسانه ففيها ضمان من الله سبحانه وتعالى أن ذلك الإنسان لن يستطيع بك السوء والمكر والخديعة إن كان يريد بك مكرا وسوءا وخديعة فهذه والله كنز عظيم من كنوز وعطايا آية الكرسي أعظم آية في كتاب الله الكنز الثالث أو السر الثالث أن آية الكرسي فيها اسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في أسماء الله اسم الله الأعظم دا كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما له اسم الله الأعظم دا رسول الله إذا سئل الله به أعطى وإذا دعي به أجاب طب الإسم دا موجود فين في آية الكرسي قبل أن أفصح لكم إيه هو الإسم الأعظم وكيف عرفنا أنه في آية الكرسي أود أن أجزيل التباسا أو إشكالا يحدث مع كثير من الناس وسئلت عنه كثيرا يا مولانا إحنا طيبنا بندعي ربنا كثير ولا يستجاب لنا أولا حبيبي أطب مطعمك ومشربك يستجاب الله لا طيب يا مولانا الحمد لله مطعمي حلال وملبسي حلال ومشربي حلال والحمد لله بحفظ على حلال وبرضو بدعي ربنا ولا يستجاب لي لا تقول هذا أبدا لازم ربنا حيستجاب الدعوة بس من الشرط يستجبها مباشرة ستجدها في سلاس خصال زي ما قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم سمعني الصلاة عليه ما دعا عبد دعوة ده كلام مين كلام حبيب وحبيبك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ما دعا عبد دعوة إلا ردها الله له أو استجابها الله له في سلاسة أو في ثلاث خصال هم يا رسول الله قال إما أن يستجيبها الله له وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها وإما أن يدخرها له في الآخرة الله أكبر إيه الكلام الجميل ده عم الشيخ نشرحه ونوضحه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما دعا عبد لله دعوة إلا استجابها الله له في ثلاث خصال إما أن يستجيبها له وده شيء جميل تدعي دعوة عايز حق معينة عايز شيء معين ربنا يستجيب لك وده واضح أو يصرف عنه من السوء مثلها أي مقدار الخير الذي فيها يعني إيه المكلام ده يعني مثلا واحد دعا ربنا قال يا رب بارك لي في تجارتي وكان يعني مثلا في نيت وكده أنه داخل المشروع أو التجارة دي يربح في مثلا مئة ألف جنيه مثلا يعني فهو ماكسبش المئة ألف جنيه بس خلي بالك كان مقدرا عليه أن يخسر في هذه التجارة مئة ألف كان مقدرا عليه أنه يخسر في المشروع ده أو في التجارة دي مئة ألف جنيه فماكسبش المئة ألف وماخصرش المئة ألف آه إيه معنى الكلام أن الله سد له العجز فيه ترجمة نانسي قنقر